لما نيجي لصموئيل الأول 15 ويقول قال صموئيل لشاول إيايا أرسل الرب لمسحك ملكا على شعب إسرائيل اسمع لصوت كلام الرب إني افتقدت ما عامل عمليك روح حرم عمليك اقتل رجلا وامرأة طفلا ورضيعا غانما وباقرا الكلام ده في صموئيل الأول 15 هنا بقى يا أسنزار هنا بقى يا أسنزار بتقابلنا أول سؤال طب ليه أمر بقاتل عمليك مش عشان ندرسها كده مين هو عمليك علشان يؤمر بقاتله هل يستهل القاتل ولا أرجع تاني وأقول للمشاهد زي ما طلب قاتل بني إسرائيل لما زنوا مع برات مؤاب لما طلب أنهم يدخلوا السابي دخلهم السابي الأشوري أو السابي البابلي أو الزل إلى آخره نيجي نقول مين هو عمليك ده عمليك حضرتك عارف عمليك هو حفيد عيسو اللي يقرى يا كل مشاهد اقرى تكوين 36 هتكتشف أن عمليك حفيد عيسو عيسو اللي كان مستبيحا وزانيا لما نقرى عن بني إسرائيل ده الشعب اللي تحالف مع باقي الشعوب المديانين وغيرهم عشان يبيدوا بني إسرائيل بني إسرائيل يوم ما الشعب كان خارج من مصر العمالقة قاتلوا كل المستضعفين في بني إسرائيل من وراء صح غدر يعني صح مين المستضعفين مش اللي هم الحوامل والعجزة والأطفال والضعو والأطفال بقى يطلعوا عليهم ويقتلوا كل المستضعفين وبعدين لما نفضل نتسلسل كده بالفكر ونقول مين عمليك نوصل لسفر أستير كل الكتاب قالوا لنا إن همان اللي كان عايز يبيد كل بني إسرائيل أصلا من ناس العمليك الأجاجي من ناس العمليك ولما نتسلسل في الفكر المؤرخين بيقول لنا هيرودس اللي طلب أن يقتل الطفل يسوع هو من ناس العمليك يا إلهي إذن دول عايزين يفسدوا المخطط الإلهي والرب تكلم في العهد القديم للرب حرب مع عمليك من دور إلى دور يعني حتى نهاية الأيام عمليك مش بس شعب هو أصبح رمز بالزاب لشعب مثل إزابيل مثلا كانت تستخدم السحر والغواية والعرافة والزنا بالزاب رؤية بيتكلم عن روح إزابيل فصارت رمز للشعر بالزبط فلما تلاقي دول بيقتلوا المستضعفين تخيل لو إحنا في بلادنا شفنا واحد طلع على واحد رجلي مكسورة ورح ضربوا بسكين بالأمانة نعمل معه واحد طلع على ست حامل وبتردع وراح بيضربها بخنجر نعمل معه لا واحد بيختصب بنت عمرها 8 أو 9 سنين بتعمل مع ايه اسمع النص ده يا سنزالية كل مشاهد طلع معي تثنية 25-17 نعم الرب يقول اذكر ما فعله بك عمليك في الطريق عند خروجك من مصر كيف لقاك في الطريق وقطع من مؤخرك كل المستضعفين وراءك وأنت كليل ومتعب ولم يخف الله فمتى أراحك الرب إلهك من جميع أعدائك حولك في الأرض التي يعطيك الرب إلهك نصيبا لتمتلكها تمحو ذكر عمليك من تحت السماء فهنا الرب بيقوله الكلام ده لأن ده قاتل قاتل ولأن شعب زاني وشعب رمز للشر وشعب عايز يفسد المخطط الإلهي الأزلي لفداء البشرية من خلال شخص الرب يسوع المسيح يبني يقول يستحق القاتل أهي يستحق القاتل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر